بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء الرحمة المهداء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الحكيم الذي كان يعد لكثرة ما فيه من أنوار ووحدة النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بأنه أوتي جوامع الكلم ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لما يجمع المعاني الكثيرة العظيمة لما أقول لكم أن العلماء عملوا علم الفقه ولما جمعوا الفروع بتاع الفقه وجدوها مليون ومئتين ألف فرع فقه عشان يقولوا تفصيل معنى الإسلام لأن علم الفقه حطوه عشان علم الإسلام العلم اللي بيجاي يخلي الإسلام نعيش به مليون ومئتين ألف فرع فقه لما حضت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع علم الفقه ويجمع علم الديانة كله فيقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هذا الحديث منتفق عليه عند البخاري ومسلم وإحنا قلنا أن الحديث ده بيقدم لنا حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا لما الناس عندها أوجاع كتير ولما الناس بتتعب كتير الحديث ده لأنه بيكلم عن الإسلام فكان بيكلم عن أصول السلام النفسي الخمسة وكأن إحنا في هذا العصر مليء بالأوجاع مليء بالمخاوف مليء بالقلق مليء بالإحباط مليء بالأوهام مليء بالتحديات وجدنا أن الخمس معاني دي بتربص إلى خمس أصول للسلام النفسي يعني إيه السلام نفسي؟ في حد بيقول أنا عايز أرتاح عايز راحة البال عايز أعود من غير مشاكل مش عايز أتعب وعشان كده كانت الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بترمز إلى البصيرة والصلاة بترمز إلى الصلة مع مولانا سبحانه وتعالى الصلاة وصلة بين العبد ورب وزكاة بترمز إلى خدمة العباد والصوم بيرمز إلى الخصوصية بين العبد ورب والحج بيرمز إلى تزكية النفس واجهات النفس وعشان نقدر نطبق هذا الحديث احنا محتاجين بعض الصالحين بعض الذين يعيشون الحياة في تفاصيلها لكي نكون معهم لعشان نتكلم في ده ونتكلم إزاي ده هيكون سبب من أسباب سعادتنا إحنا معانا الأستاذ هاني بدير إزايك أستاذ هاني أستاذ كثير يا عمل إيه الحمد لله بخير ومعانا الدكتورة سوزان السيسي أنا مسلم إزاي حدودك يا مولان دكتورة سوزان إزاي في مجال عملك تقدر تعمل تطبيق على حديث بنية الإسلام على خمس وتتكلمي عن السلام النفسي أنا مجالي في شغل الكمبيوتر ومساعدة العملاء في خدمتنا بعد البيع فإحنا في الأغلب بيجي لنا مشاكل يعني إحنا شغالين في المشاكل وأن الدنيا دايما بنطفي يعني كاننا بنطفي حريقة فلو إحنا تيقن أو عندنا عندنا إحساس إن إحنا مش بنعمل ذا لوحدنا إن إحنا معنا ربنا هو أصلا اللي شايفينه في الموضوع إن هو مش تايب عباده في العذبهم أو مش تايب عباده يتلقوا المشكلات وحدهم أيوة بالضبط كده فده من حيث بعاون ربنا وبمدده في كل تفصيل من تفاصيل شغلنا من أول ما إن أنا ده ممكن أدخل فمشكلة أنا عارف الأساس بتاعها بس مش عارفة أبعادها لأن أبعادها عند العميل نفسه بالإضافة إن ممكن يبقى إن لسه فده جزء وكأنه غيبي بالنسبالك إن سبب مشكلة عند العميل نفسه أنت مش عارفها فأنت هتتلقي حاجة أنت مش عارفة إيه اللي هيفرع في وش بالضبط والعميل نفسه ما عندهش العلم الكافي إن هو يوصف حتى يوصف المشكلة عندها إزاي ولن يديني المعلومة السليمة فكوني إن أنا بدخل بمدد ربنا في الموضوع من الأول وإن ألاقي إن الحاجات بتتكشف واحدة واحدة وإن الحل بييجي مع التجربة إن إحنا نجرب نعمل ذلك ثم ده ونمشي ونأخذ بالأسباب فده بيديني في الآخر إيه اللي هتحل سبحانه وهو اللي حلها من عنده فدي فكرة إن معي إن أنا شايفة معي تربنا كمان فكأن حضير بتتكلم عن تطبيق البصيرة إن هو جاي من شهادة اللا إلى اللا فأنت مشاهدة إنه ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنت شايفة إن ده بيساعد في حل المشكلات إن إحنا لما نيجي ندرب الناس ندربهم على إن هم معاهم مدد ربنا فما تخافوش من المشكلات بالضبط بالضبط لأن لو خوفنا بنكش مش هنعمل حاجة خالص طيب وطبيع إن كل المشاكل بتبقى جديدة دكتورة سوزانة عرجع لك تاني بس كمان خلينا نشوف السيدة هاني السيدة هاني بديد أيوة إيه الأخبار كنت بتتكلم على إن أنت عندك تطبيق لكمان الكلام بتاعنا دا وتعالى مسألة الموسيق والله يا مولانا الموضوع ببساطة شديدة هنقدر للتزوق فهي الموسيقى جمال صحيح فأنا لو أنا كنت بسمع الأصوات المسلوقات حتى ذاتها لوحدها فهو ده شيء مما يدعو للتفكير إنك ترى الجمال في خلقة ربنا طب ما بالك بقى لو أنت قاعد في أركسترا بيهزفوا لحن موزع بنظام إنساني كله جمال في جمال وبيوضح قد إيه نربي الله يسر الأمر للمؤلف ده وبعد يسر الأمر ده للفرقة ينطلع منتج خالي الناس تتأمل في هذا الجمال يعني لأن في بعض الأحيين لا بيوسر إن واحد يوصل لهذا الأمر ولا بيوسر إن الناس تنفزه ولا بيوسر إن الناس تتزوقه حتى أيضا فمن بين الأركان التلاتة دولة يظهر الله سبحانه وتعالى ما بين اللي ألف ومن اللي نفذ ومن اللي ذاق اللي سمع أيوة بالضبط وبالتالي كده إنت لو إنت شفت المسألة بالطريقة دي هتشوف ربنا وده المطلوب إنك تزكي نفسك يعني إنت شايف إن أحد أشكال رؤيتنا للموسيقى هو أن نرى أن هذه الأصوات وفق الله سبحانه وتعالى بها الناس إلى إنها يتصغى بشكل معين ثم الناس تنفزها إلى دا والشخص يتزوقها بنفس المراد اللي عملها صاحبها ويمكن مختلف ويمكن أحسن وفي كل دولة بينهم غيب وهو أن ترى الله بين كل هؤلاء صحيح كده؟ صحيح كده فيديو سيد دكتور سوزان نكمل مع حضرتك في نفس المسألة إيه تاني من التطبيقات اللي أنت بتشوفي فيه البصيرة أو بتشوفي فيه كمان الصلة أو بتشوفي فيه الخدمة أو بتشوفي بيها خصوصية أو حتى بتشوفي فيه كمان التسكية التطبيقات بها بالنسبة للخدمة الحمد لله ربنا موفقني إن أنا متطوع في شوية حاجات كده خدمة للناس فعلا بشوف قده الوسع اللي بيجي من الخدمة يعني التطوع وإن أنا أنزل أساعد الناس أيا كانت المساعدة بتخلي الواحد شايف قده إيه ربنا بيساعد كل المخلوقات وكل عباده مش ملاش علاقة خالص بإن العباده دول طائع أو غير طائع الله أكبر وأدي الجمال في أن أنا بتعلم أن كل حد يعني كل حد بعمله خدمة وبلاقي أنه يديني دروس كثيرة أو من أهمها لأنا أن كل حد فعلا عنده جمال كل حد عنده علم كثير ممكن يدهوني مش لازم العلم ده أنه يكون عالم ولكن أنه عنده علم حياتي بيقدر يدهوني ببساطة أستاذ هاني أنا أستاذ هاني لسه معانا مش كده؟ أيوة أيوة أستاذ هاني آخر سؤال أنت شايف ليه الناس بتستخدم موسيقى في حالة من حالات تسكين النفس وتهدئة النفس؟ ليه؟ والله ممكن يكون السبب بيكون غايب عن اللي بيستخدمها بهذه الوسيلة ولكن أنا في تدريسي هكلم عن حالة غريبة شوية في تدريسي للموسيقى وأنا بدرس كان فيه ناس بيبقى عندها يعني أشابه أمراض عصبية لها علاقة بالشلل لما تمرانوا معايا جابت نديجة مباشرة لأنها بتحل الضغط في التفكير في المعاقدات يعني هو بيبقى بيلعب حاجة سهلة عليه في الإقاع وبالتالي بيشيل كل الأشياء اللي بيفكر فيها فبيتعمق فيه لو بيعمله وبينبسط لأنه السبب هو أنه رفع من على كهله ضغط التفكير في هذه الأشياء مما يدعو لأنه الموسيقى ممكن تكون بتخلي الناس تبعد شوية المسألة بتاعت الضغط اليومي أو الحياتي عدوه فيحس بشوية بهجة أستاذ هاني أنا شاكر لحضرتك أستاذ هاني بدير أنا شاكر لحضرتك مشاركتك معنا وتكلمت في منطقة في غاية الأهمية وبتخلينا نقدر نفهم كتير من اللي قاله العلماء أن الموسيقى أداء من أدوات الفتح وأدواء من أدوات النور والبركة عندما تكون بتدل على القيم أستاذة نكتورة سوزان سيسي أنا شاكر لحضرتك جدا على هذا الكلام الجيد والمهم في الكلام مع حل المشكلات للعملة وكمان الكلام المهم جدا لحضرتك تفضلت بي عن الخدمة يا سادة هذا الحديث حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تعالوا نعمل خمس حاجات في حياتنا أول حاجة تعالوا نزود بصيرتنا عايزين تزودوا بصيرتكم شاهدوا أن كل فعل من أفعالنا بيرجع إلى فعل الله سبحانه وتعالى فيحصل إيه بقى؟ يحصل حاجة مهمة قوي قال له الأحكام على الناس وشوفوا فعل الله في الناس عايز تبقى إنسان صاحب بصيرة توقف توقف كل يوم درب نفسك على أنك أنت تتوقف عن الحكم على الناس لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كده للصحابة لا تحدثوني عن أصحابي فإنه أريد أن ألقاهم وأنا سليم الصدر عايز تبقى عندك سلام نفسي توقف عن إطلاق الأحكام على الناس أوصف الناس أوصف أن دوات فعال من غير ما تحاول بقدر الإمكان أن أنت تحكم على الناس دي محتاجة تدريب كل يوم بعد صلاة العيش لاحظ نفسك أنت قد إيه نزلت منسوب حكمك على الناس كل ما هتجد حاجة غريبة جدا وده مجرب كل ما تقلل أحكامك على الناس كل ما تلاقي بصرتك اتنورت كل ما تلاقيك شايف فعل الله ومراد الله في الحياة وكل ما أصابك سكينة وهدوء تاني حاجة لازم كل حاجة بتعملها تربطها بمولاك نتعود بقى نرجع تاني نقول بسم الله الرحمن الرحيم بس بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وإحنا شايفين مدد ربنا سابق إيدينا في الحاجة وسابق فعلنا في الحاجة فنتعود أن احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وإحنا نظرين إلى مولانا يبقى حصل بصيرة وبعدين حصل صلة كل عمل بنعمله ماشي بمنور الله سبحانه وتعالى فتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى تاني بسم الله الرحمن الرحيم أي كل عمل أعمله ربي معي وربي يمدني فأنا أعمل الأعمال بصلة مولاي فلما تقول بسم الله الرحمن الرحيم املأ قلبك بهذا الأمر وشوف بعد كده الحياة تكون إيه تكون أنت في سلام نفسي أن معقولة أنا هتحمل كل ده لكن لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم بهذا الأمر زي ما كده دكتور سوزان بسم الله الرحمن الرحيم أنا رايح على مشكلات العمل بسم الله الرحمن الرحيم أنا رايح على مشكلات بيتي بسم الله الرحمن الرحيم أنا رايح أدعم ابني اللي هو عنده امتحان وفي الضغوط أنا مش هشيل ده اللي هيشيل مولانا سبحانه وتعالى بس أنا رايح وبدعمه بعد كده كمان احنا محتاجين بشكل واضح ان احنا نشتغل على الخدمة اوعى تخلي يوم من ايامك من خدمة خدمة تقدمها لحد ودايما نخلي الخدمة من الخدمات اللي انت بتحبها ونزيك لا تحقرنا من المعروف شيئا لو الخدمة اللي انت بتحبها ان انت تقول لحد كلمة حلوة تطلع أحلى ما فيه قلها لو من الخدمات اللي انت بتحبها لابتسامة ابتسم لو الخدمات اللي انت بتحبها ان انت تشيل مع حد حاجة اعملها وداوم عليها وكل يوم زود خدمة جديدة في حياتك هتحس بسلام نفسي عارف اللي بيخليك ما تحسس بسلام نفسي ان انت تقول ان الناس دول ما يستحقوش انت بتخدم لانك انت بتخدم السيد سبحانه وتعالى بتخدم الملك بتخدم الملك في عياله ولذلك ايه اللي هيحصل هتحس بسلام نفسي لما تعمل خدمة كل يوم حتى لو كانت الخدمة دي بسيطة كمان حاول كل يوم ببساطة خالص ان انت يبقى عندك مناجاة مع الله لو انت عايز تبقى عندك سلامة نفسية هتلاقي ان الناس اللي ما عندهمش سلامة نفسية بقالهم مدة ما كلموش ربنا خلي كل يوم قبل منتصف بعد منتصف الليل خد عشر دقيق وناجي مولانا لو كنت من اهل الصهر او قبل النوم خد عشر دقيق وناجي ربنا قبل ما تنام كمان اخر حاجة لازم تعملها اوعى تنسى ان انت دايما لازم تترقى اوعى ترضى ابدا ان انت تفضل في مكانك ولذلك كل عبادة بتعملها اعملها بمعنى جديد اغمسها في التسكية النفس مرة اغمسها في التخلية مرة اغمسها في التحلية وجهز قلبك لتجل الله عليك يا رب اجعلنا من اهل السلام النفسي على الدوام اجعلنا من اهل اعمال الاسلام في حياتنا حتى تصبح حياتنا كلها باب من ابواب الرضا وباب من ابواب النور وباب من ابواب السلام النفسي يا سلام الهمنا السلام واجعلنا من أهل دار السلام بعض الفاصل نلتقى مع حضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا فبعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم اللي بتنورنا وبتبركنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بتوصلنا لنا أسئلتكم وبنخصص لها وقت محدد عشان نجاوب عليها زي النهاردة اللي احنا بنتبارك في اليوم ده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمان بصحبتكم لاني صحبتكم فتخلينا نحس بأنوار وجمال مجلس العلم اللي احنا فيه اول سؤال وصلنا النهاردة بيقول السلام عليكم اريد معرفة رأي الدين في حالة ام اجهدت نفسها في حملة عمره اقل من 40 يوم لأنها اكتشفت ان اسر زوجها بيها مرض نفسي وراثي ظهر ذلك بعد ان انجبت طفلين يعني هو المرض الوراثي ظهر بعد ان انجبت طفلين يعني واضح ان هي عملت اشعة فكأن المرض الوراثي ظهر في الابن اللي هي حامل به او بيظهر بعد طفلين السؤال يحتمل لتنين هو الواقع اللي عندنا انه واحدة اجهدت نفسها اجهدت نفسها بعد 40 يوم في اقل من 40 يوم هي خلاص اجهدت نفسها يعني عملت الشيء اللي استقارت الفاتوة الان في دور الافتار المصرية ان لو ما كانش فيه سبب لده وضاعي طبي بيكون هي عملت معصي طب ايه اللي حاصل هي دلوقتي تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتستغفر الله عليها شيء عليها ان تتوب الى الله وان تستغفر الله فقط ليس عليها ان تفعل شيئا الا انها تتوب الى الله وان تستغفر الله سبحانه وتعالى لكن خلينا اقول لكم حاجة خلينا مع بعض شوي انا بخف من السؤال ده ان انا اقتصد بي على الحكم الفقه بس يعني على الفتوى بس انا كمان عايز اقول للام انت دلوقتي بتسأليني بعد ما عملت الحاجة انا يهمني ان انت ما يحصلكش اي هزة نفسية وعشان كده عايز اقولك انت ما قتلتيش عشان ده بيحصل في نفوس الناس لان انت لو فضلت احس بدا حتى لو جبت اولاد بعد كده مش هيحس انهم ليهم طعم وان زيك ما تقوليش لنفسك ده ولا تدخلي في وسواس النفس لا خليكي مركزة ان ده ما حصلش منك وتوبي الى الله سبحانه وتعالى انت عملتي حاجة حرام طب ليه عشان اراعي خلاف الفقهاء اراعي احنا قلنا ان انت تتوبي الى الله لان المالكية تحرم هذا اول ما بتعلق النطفة في الرحم خلاص ممنوع ان احنا نتعدى عليها وده اللي مستقر عليه الفتوى في الفتاة المصري يبقى اللي حاصر خلاص تعالي بقى الا اذا كان فيه داعي طب الا اذا كان فيه داعي طب وانت الداعي الطب عندك داعي مش خاص بيك داعي خاص بالطفل واحتمالية ان هو يبقى عنده ده فخلاص احنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله سبحانه وتعالى امر التاني اوعي تتوسوسي اوعي تفسدي حياتك اللي جاية حياتك اللي جاية كلها حيات بركة ونور وحيات مش ملوسة بالمعصية ولا ملوسة بانك انت اصبحت في جريمة خالص عشان بس ايه هذا الكلام ما يفسدش الحياة عليك لان احنا لازم المفتي وهو بيفتي يلاحظ حاجة مهمة اوي 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 لازم يشوف الواقع بيحصل في ايه ولازم يحذر ويحصن الناس من الافات ومن الاشياء السلبية التي تقع في المجتمع السؤال التاني بيقول اريد اقامة مشروع تجاري واقترح علي احد الاصدقاء التقديم على تمويل بنكي لاقامة المشروع اود معرفة الرأي الشرعي جائز ده جائز لانه من قبيل التمويل يعني ايه من قبيل التمويل بص يا سيدي التمويل ده هو ان في حد يدفع مالا لأحد لماذا؟ ليستطيع ان ينفذ مشروعا او ليشتري سلعة او لكي يقوم بخدمة فالتمويل ده معناه ان دفع الفلوس دي ثم بعد ان يفعل هذا يصبح في حالة شراكة مع الشخص ده في هذه الاشياء فيحصل له ايه ان يعود عليه هذا المال بيهامش الربح طيب صحبنا بقى اللي هو هيمول المشروع ده تمويل المشروع ده هيدخل فيه معنى واسع كده اسمه الشراكة مش الشركة الشراكة ايه؟ ان الناس تشترك مع بعض هو اشترك مع هذا فاصبح مستحقا ان يحصل على ريع من وراء هذا المشروع فيجي واحد يقول لي بس هو لما يعمول المشروع ده ايه اللي حاصل؟ هو مول المشروع فان لا يحصل في تمويل المشروع هو موله وسيعود الريع على البنك بنسبة سابتة بعائد سابت قال له لا ده مش عائد سابت ده عائد محدد مسبقا يعني هناك دراسات وقيمت على هذا المشروع وحدت على بناء عليها هذا الريع الخلاصة انا بدعوك ان انت تشوف ما قلناه في حلقات سابقة فيما يتعلق بفتوى البنك عشان تزداد وضوحا في هذه المسألة ولكن انا بقول لحضرتك ان ده من قبيل التمويل وليس من قبيل القرض الذي جرى نفع ولكن هذا من قبيل التمويل واذا كان من قبيل التمويل وهو عقد جديد يبقى ده جائز شرعا ليه جائز شرعا؟ عشان هو لا يخالف نصا ليس هناك نص بيقول والتمويل حرام ما فيهش الكلام ده العمر الثاني ان هو بيحافظ على اتزان السوق اهو الناس بتقدر تجد اموال عشان تستطيع انها تعمل مشروعات بدل ما هي تتكفف او تفضل بلا تنمية لا دعا ينموا مواردهم الشخصية وينموا كمان المجتمع بمزيد من المشروعات ومزيد من الانتاج فده بيحافظ على اتزان السوق الثالثة بيحقق مصلحة لمتعقدين التمويل ده بيحقق ليك مصلحة ان انت بتجد المال اللي ممكن تعمل بمشروعك وبيحقق للبنك مصلحة ان فيه حد بيعمل ايه فيه حد فيه مجال يقدر يستثمر فيه الاموال في تعود بالعائد على الموضعين عنده لهذه الاموال اذا ده جائز وليس فيه شبهة اذا يا سادة نرجو ان الناس تفهم هذا المعنى لان عقد التمويل ده عقد جديد الاصرار على ان عقد اي نوع من انواع التمويل ده عبارة عن قرد هذا يخالف الواقع لان البنك اصلا القرد ده عقد ارتفاق والبنك لا يرتفق يعني البنك مش بيددي الفلوس دي من باب الرأف والرحمة لكن هو بيددي الفلوس دي لانه بيستثمرها للموضعين عنده ولذلك مفيش مفهوم القرد هنا ولكن المفهوم هو مفهوم التمويل يا سادة احنا تكلمنا النهاردة على نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جمال حضرة النبي وجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يملى الدنيا ويمتد من تكلم حضرة النبي الى قيام الساعة فاحنا خدنا رشفة من جميل كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخدنا طائط نور وبركة وفتح ومدد وبركة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما فهمنا أن حديث بنية الإسلام على خمس كانت شهادة أن لا إله إلا الله تفتح لنا البصيرة عشان يحصل لنا السلام النفسي فلازم تكون صاحب بصيرة إذا كنت عايز تبقى عندك سلام نفسي ولازم يبقى عندك سلة بالله سبحانه وتعالى ولازم كمان يكون عندك خدمة بتأديها لنفسك والمجتمع والأهل أسرتك والأهل بيتك وكمان لازم يبقى عندك حالة من حالات الخصوصية مع الله اوعى تعيش من غير خصوصية مع الله وسر يكون ربطك دبياً بموليك ويا سلام لازم تعرف أن الحياة جهاد للنفس مش معركة مع النفس ولكن أخذ بإيد النفس عشان تترقى فتنتقل من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة إلى النفس الملهمة ومنها إلى النفس الراضية ثم المرضية ثم المطمئنة ثم النفس الكاملة يا رب كمل أنفسنا واجعلنا دايماً من أهل السلام النفسي ومن أهل البصيرة واجعلنا يا رب من أهل نورك لكي نرى الجمالة في كل شيء ونكون من أهل الراحة البال والطمأنينة والسكينة اللهم أسكننا في أنسك بجميل فضلك وجميل نظرك يا كريم يا ودود يا رب العالمين